سلسلة الهجمات العنيفة التي شنتها حركة الطالبان باتت تلقي بظلالها على فكرة مدى جهزية القوات الأفغانية لتحمل المسؤولية بعد انسحاب أغلب القوات الأجنبية عام 2014 الرئيس الأفغاني حاميد كارزاي اعترف أن الهجمات الأخيرة تمثل إخفاقا لأجهزة استغباراته وحكومته وحلف شمال الأطلسي أما حلف الناتو الذي زار أميناء العام أندريس أفوغرس موسين كابل قبل أيام قليلة من الهجمات فأشهد بالقوات الأمنية الأفغانية وقدرتها على التدخل السريع والفعال رأيت بأم عيني أن القوات الخاصة هنا من الأفضل في العالم وهو ما أعطاني الثقة ويجب أيضا أن يعطي الشعب الأفغاني الثقة الهجمات الأخيرة التي أودت بحياة 41 شخصا بينهم 36 من مسلح طالبان في معارك استمرت لنحو 18 ساعة في كابل وثلاثة أقاليم أخرى لم تتوقف حتى الآن في إقليم لوجار كما أفاد مسؤولون أفغان تحدثوا عن مقتل أربعة مسلحين في منطقة جسر العالم وسط الإقليم خلال الساعات الماضية موسيقى